ايه ايه خير اهل الحصن جابرت جابت الجبل ضربوا علي نار يا موري كانوا حيموتوني يا امه طبعا يا رابي البيت دي لا واكل ولا شرب وما تطلعش من البيت هتعمل علي انا راجل روح تشطر على كوك اللي خلاك ما تسواش حاجة جايت تعاف علي انا اه 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 يلا واه ليه يا حاصن لاي حاصن لا يا حاصن ههمل البتة يا حاصن حتموتها ولا ايه يا اخطوع يا واس خلص ياختي خلص صارت عليش اسلا قلت ايه 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 ولدي وانا عرفاه طيف الم جنون زي امك مجالة مش جابتلو بتاع السراء الصفر عشان يخدوك يعني لا سمح الله لو جاتلك ولا خناجك ولا حتى دفنك بالحيا هيخدش فيك اي دقيقة حكم المجانين دول يتحسبوش آه اطلع يا حربتي فوق رضي وردك وشو فيه عشان مما يكبر إن شاء الله الناس يقوله رجل صح أمه أبوه وربوه زين غورد أمها لازمة تجي زحفة على ركبها يتبوس على المداس عشان تخل بيتها وده مش هيحصل اللي لما تعرف إن احنا هنجطع بيتها وأنا وراك يا كريمة والزمن طويل لحد ما تعمل اللي أنا عايزها فعل الله أشوفك تلمسي تاني كنت عايزة أنا سيبه يموت من الجوع يا ريتال ما تخفيش مش هسمه ما تقدريش أصلا هي مفيدة لا هكون تقدر وإنت مش هنه كنت أقدر أسيبه يجوع ديبك لحد ما جلبه يجوع في البكة ومحدش كان هيلوم إذا كانت أمه سايباه وارتبوله هتحبه بك انسيني يا ريتال عشان حسن خلاص ما عادش في بالي البلد كلها نايمة صدر بالنار كان يخرج البيتال ما حدش فتحش الباك ولا باب عارفة ليه؟ عشان كل واحد اللي حاله فاكره إنه لما يكفل عليه بابه ويبقى جبته خلاص فأمان فاكره إنه لما يتعشى ويملى بطنه يبقى جبته خلاص خد الدنيا وما فيها انسي إن أنا موجودة انسي خالص عشان حسن سين أنا وإنت حسن نجاش تاني راح يعشش فيه عش لنا ولا انت جبده ولا نقدر عليه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله